متى ستستخدم البي 52 وغواصة اليو اس اس جورجيا في اي من الحالات يعني هل هي ضربات الكاتيوش على السفارة ممكن لو اصيب احد هناك ممكن ان نرى البي 52 تتحرك فوق بغداد نو اذا قامت مثلا القوات الايرانية بدرب مواقع وقتل فيها امريكان جيش امريكي او مواطنين امريكان عندها اذا استعملت ايران الصواريخ الباليستية مثلا ضد قواتنا في المنطقة او ضد حلفائنا في المنطقة علي ان اشير الى شيء مهم وهو سنة 2010 كان الرئيس اوباما يعتقد بان الصواريخ الباليستية ليست مهمة لذلك اولا كان يعتقد ان الاشياء الباليستية اهم من الاشياء النووية ولذلك سنة 2010 اصدر مجلس الامن الدولي قرارا بمنع ايران من انتاج الصواريخ الباليستية الا ان ذلك تغير سنة 2015 عندما وجد اوباما بان القنابل النووية هي اخطر من الصواريخ ولذلك الاتفاقية التي جارت سنة 2015 بين الدول الاوروبية الدول الخمس مع المانيا مع ايران استبعدت الوضع الباليستي يعني استبعدت الصواريخ الباليستية وقرر اوباما انذاك ان يمدد يمدد لايران بدل ما تبني القنبلة النووية في عشر سنوات اعطاها مددها الى مدة الى سنة 2030 مثلا ولكن لم يتطرق القرار مجلس الامن 2231 الذي صدره سنة 2015 لم يتطرق الى الصواريخ الباليستية اليوم الرئيس ترامب يدرك جيدا بان الخطر الايراني ان كان على العراق او على اسرائيل او على اي دولة في الدول الخليج العربي هي المسألة الباليستية الصواريخ الباليستية اما فيما يتعلق بما يحصل على صعيد الانتاج النووي فهذا سوف يعني سوف يسبب دولا اخرى مثل السعودية مثل مصر بان تختني القناة النووية ايضا قد تستمر قناة ان اشتمر ugرا اشتمر بالعمل